السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبنا حبيبنا ازايكم عاملين ايه؟ يا رب دايب انتكونوا بخير وصحة وعافية وسلام رجالتنا رجال التالتة السنة ودفة عشرين تلاتة وعشرين اهلا بيكو يا دكاترة في المحاضرة التانية للمراجع النهائي ان شاء الله بإذن الله محتوى المحاضرة هيبقى ماشي على النهج التاني رقم واحد النحو هناخد فيها المشتقات سواء المشتقات العاملة أو المشتقات غير العاملة ده بالنسبة للجزء الخاص بالنحو الجزء الخاص بالأدب هو الاتجاه الوجداني الجزء الخاص بالبلاغة أنواع الصور الصورة الجزئية والكلية والصورة الجزئية نخش بقى نتطور فيها شوي نتكلم بقى عن الصورة المركبة المتدخلة والمركبة العادية والصورة الممتدة سواء ممتدة وممتدة مرشحة وممتدة مجردة ثم نتطرق للصورة التقليدية والصورة المبتكرة ده بالنسبة للبلاغة وبالنسبة للتعبير فهنتكلم عن النمط الثالث والنمط الرابع هتكلمنا في المحاضرة الأولى عن نمط الأول والتاني دلوقتي هنتكلم في التالت والرابعة وبالنسبة للقصة فهنشرح الفصل الرابع والخامس والسادس وبالنسبة لمتحرر فاحنا هنطبع عليه في المحاضرة الخاص بالتطبيق نلقاكم على خير استنينكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد الله إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك والسلام عليكم